السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله درسنا النهاردة ان شاء الله عن اسلوب الاختصاص ببساطة كده يعني ايه اسلوب الاختصاص او ما هو تعريف اسلوب الاختصاص اسلوب الاختصاص هو اسلوب يذكر فيه اسم ظاهر يعني لأي اسم ايا كان هذا الاسم هذا الاسم يقع بعد ضمير المتكلم غالبا او ضمير المخاطب احيانا يعني ألاقي اسم ظاهر وقع بعد ضمير المتكلم غالبا بالاكثر او ضمير المخاطب في بعض الاحيان طيب لماذا يأتي هذا الاسم بعد الضمير يأتي هذا الاسم بعد الضمير ليفسر الضمير ويخصصه أسلوب الاختصاص مثلا لو قلنا نحن العرب صناع الحضارة ركز معايا كده أنا قلت إيه نحن العرب جبت ضمير الأول ضمير متكلم نحن وبعد الضمير جاءت كلمة العرب وهي اسم ظاهر يفسر الضمير نحن مين يعني العرب إذن كلمة العرب هي اللي فسرت المقصود من الضمير وخصصته طيب سؤال مما يتكون أسلوب الاختصاص يعني ما هي مكونات أسلوب الاختصاص أول حاجة تيجي في أسلوب الاختصاص هو الضمير الضمير يأتي أولا والضمير قد يكون منفصلا أو متصلا يعني ممكن الضمير يكون منفصل أو متصل وخلي بالك الضمير ممكن يكون للمتكلم أو للمخاطب يعني مثلا ييجي منفصل ذي الضمائر دي أنا ونحن وهي ضمائر المتكلم وتعرب ضمير مبني في محل رفع مبتدأ أما ضمائر المتكلم المتصلة ذي مثلا ناء المتكلمين وذي ياء المتكلم وتعرب ضمير متصل مبني في محل نصب أو جر على حسب موقعه في الجملة أو من سياق الجملة بتحدد الضمير ده يترى هو في محل نصب ولا في محل جر يبقى احنا كده اتفقنا ان اول حاجة تيجي في اسلوب الاختصاص هو الضمير والضمير لو منفصل يعرب ضمير مبني في محل رفع مبتدأ أما لو متصل فممكن يكون ضمير متصل في محل نصب وممكن يكون ضمير متصل في محل جر تاني حاجة ألاقيها في اسلوب الاختصاص بعد الضمير مباشرة هو المختص ركذ معي كده المختص هو الاسم الذي يفسر الضمير ويخصصه ركذ كده احنا كنا بنقول ايه يأتي ضمير وبعد الضمير اسم ظاهر يفسر هذا الضمير ويخصصه أهو الاسم الظاهر ده هنسميه المختص والمختص ده له ثلاثة أشكال في الجملة ركذ كده وتعالى نشوف كيف يأتي المختص في الجملة ممكن نلاقي المختص معرف بالألف واللا يعني مثلا لو قلنا نحن الأطباء نعالج المرضى ركذ معي كده فين الضمير الضمير نحن أين الاسم الظاهر الواقع بعد الضمير كلمة الأطباء وركذ كلمة الأطباء معرفة بأل إذن نوع المختص هنا معرف بأل والمختص في هذه الحالة يعرب مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص أو أعني أو أقصد نركز كده مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص أو أعني أو أقصد ده إعراب ثابت للمختص المعرف بأل طيب ممكن المختص يكون مضاف إلى معرفة يعني ليس معرف ولكن مضاف إلى معرفة زي مثلا لو قلنا نحن أطباء المستشفى نعالج المرضى ركذ معي كده نحن هو ضمير المتكلم أين الاسم الواقع بعد ضمير المتكلم كلمة أطباء ولكن كلمة أطباء مضافة إلى كلمة المستشفى اللي هي المعرفة يبقى نوع المختص هنا مضاف إلى معرفة طيب هنا المختص إعرابه إيه برضو إعراب المختص هنا مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص أو أعني أو أقصد يبقى نركز إعراب المختص في حالة إذا كان المختص معرفة أو مضاف إلى معرفة مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص أو أعني أو أقصد ده إعراب ثابت في الحالتين ثالث صورة تلاقي عليها المختص هو إحدى الكلمتين أيها أو أيتها ركز معايا كده ألاقي لفظ أيها أو أيتها بعد ضمير المتكلم أو بعد ضمير المخاطب مثلا لو قلنا أنت أيها الشاب درع الوطن ركز معايا كده أين الضمير الضمير أنت وقع بعد الضمير الكلمة أيها طيب فين المختص هنا المختص هو أيو والهاء للتنبيه وطبعا إحنا عارفين إن كلمة الشاب تعرب نعة مرفوع بالضم إذن كلمة أيو تعرب ركز معايا كده مختص مبني على الضم في محل نصب مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص أو أعني أو أقصد يبقى أنا بعرب كلمة أيو مختص مبني على الضم في محل نصب مفعول به لفعل محذوف وجوبا أنا بحفظ الإعراب ده ده إعراب ثابت لكلمة أيو إذا وقعت بعد ضمير المتكلم أو وقعت بعد ضمير المخاطب يعني لو وقعت مختص والهاء للتنبيه وكلمة الشاب نعة مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة ودلوقتي هسيبك مع بعض التمارين حاول تركز وتحل التمارين دي ولو أخطأت في حاجة حاول ترجع للدرس وتصحح معلومتك وترجع تحل عليها تاني وإن شاء الله إجابة الأسئلة دي هتظهر لك في نفس الفيديو بس بعد ما أنت تحاول تحله ركز كده وحاول تحل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر